اشتركوا في القناة يسمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم ومتابعة جلالة الملك المعظم لرياضة الفروسية البحرينية التي أثبتت ما تتمتع به من إمكانيات كبيرة قادت للحصول على لقب بطولة العالم بجدارة واستحقاق بعد جهود كبيرة بذلها الفريق طوال السباق مشيدا سموه بالمساندة الدائمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصه على تقديم كامل الدعم لرياضة الفروسية البحرينية جاء ذلك بمناسبة فوز سموه بالبطولة بمتابعة ميدانية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمية البحرينية وسجل سمو الشيخ ناصر بن حمد إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها في الفترة الماضية بعد جهد كبير بذله سموه طوال السباق الذي شهد منافسة قوية عبر المراحل الأربعة من جانبه يأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد بلقب بطولة العالم تأكيد لما تحظى به رياضة الفروسية من رعاية ودعم من لدن جلالة الملك المعظم ومساندة سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مضحا أن هذا الفوز يجسد الجهد الكبير الذي بذله سمو الشيخ ناصر طوال الفترة الماضية في التهيئة المثالية لهذه المشاركة الكبيرة التي أثبتت القدرات الكبيرة التي يتمتع بها سموه وحرصه على مواصلة ازدهار وتطور رياضة القدرة البحرينية التي أصبحت العلامة الصعبة في الساحة العالمية للقدرة من جانبه أشاد معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة والسفير غير المقيم في مملكة إسباديا بفوز سمو الشيخ ناصر بمناسبة هذا الإنجاز الكبير الذي أضافه إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها في تأكيد على رياضة الفروسية البحرينية هذا وقد تم تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمركز الأول والفارسة لوسيا من الأورقواي بالمركز الثاني فيما احتل الفارس كارلوس من إسبانيا المركز الثالث واحتل فارس الفريق الملكي خالد محمد الروعي المركز الخامس كما تم تتويج جوادي سموه بجائزة أفضل حالة جواد وهو الجواد دي غاليما موسيقى 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 المترجم للقناة 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 للبطولات القادمة ارتقاء بمكانة رياضة القدرة البحرينية وسمعة دولية جاءت نتاجا للدعم الملكي السامي من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لهذه الرياضة والفريق الملكي للقدرة ونتاجا لهذا الدعم حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية وتواجد في بطلات ومحافلة عالمية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي وبقيادته لفرسان الفريق الملكي للقدرة دائما ما يوجه لتنفيذ الخطط التي يتم وضعها في كل سباق ومشاركة بحرينية وتهدف الخطط إلى تحقيق أفضل النتائج والتواجد على منصة التتويج وتحقيق الأهداف المرجوة ما كان قولا وفعلا بالإصرار والعزيمة القدرة البحرينية حققت العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية وتواجد الفريق الملكي في بطولة العالم الحالية يأتي امتدادا للنجاحات التي سجلها الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد في المحافل الأوروبية وكان آخرها الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الموسم الحالي انطلاقا من بطولة وينسر ومرورا بلقب بطولة مونتلسينو بإيطاليا ثم بطولة سلوفاكيا الدولية لتؤكد رياضة القدرة البحرينية مكانتها المتميزة على الساحة الأوروبية المحطات والبطولات التي يشارك بها الفريق الملكي للقدرة دائما ستكون دافعا كبيرا لتحقيق النتائج المرجوة كما أنها تعطي الفرسانة خفرة واسعة وتزيد من الاحتكاك والانسجام في ظل مشاركة الفريق الملكي بعناصر شابة قادرة على حمد دواء القدرة البحرينية في المستقبل ترجمة نانسي قنقر